دعا خمسة من رؤساء دول الساحل الإفراقي في أعقاب قمة عقدها في العاصمة الموريطانية نواكشوت مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل قوة دولية لتدخل العسكري في ليبيا وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الإفراقي ودعا البيان الختمي لمجموعة دول الساحل الخمسة وهي موريطانيا، ماليا، نيجر، تشاد وابوركينافاسو إلى التصدي لجماعات المسلحة في ليبيا والمساعدة في إنجاح المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة ميدانيا، وفيما تواصل طائرات التابعة لقوات حفتر قصف مناطق عدة لخصومها تتواصل المعارك عنيفة للسيطرة على مناطق إنتاج النفط بينما تمكنت قوات فجر ليبيا من السيطرة على قاعدة جوية جنوبي ليبيا